اشتركوا في القناة كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير نحن نلتقي بكم مجددا وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي في رحاب سورة ملتقانا يتجدد مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان مين ورحب به في هذه الحلقة حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور في حلقة جديدة يا مرحبا شيخنا الفاضل أذكر بأننا توقفنا في الحلقة الماضية عند ذكر علاقة إبليس بالقصص التي مررنا بها قصة سبأ وكفرانهم للنعم وكذلك العلاقة ما بين هذه القصة وما بين القويش نعم التي كفرت كذلك بالحشر وكفرت بمساء الأخرى ذكرت في في البعث وغيرها ذكرت في الآية إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في الآية العشرين وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بالحقيقة كما قلت لك المرة الماضية وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ تُقْرَأُ بِالْقِرَاءَتِينَ وَصَدَقَ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ هذه آية تبدأ مقطعا جديدا وفيها حسن تخلص حيث مضمونها يعلق على قصة سبأ وفي الوقت نفسه يوجه الكلام لمشرك قريش وعوتاتهم وصناددهم وبدأت بنفس اللازمة أي وعزتنا وجلالنا لقد صدق عليهم إبليس ظنَّه دائما لما نقرأ لقد في القرآن الكريم كما أسلفنا مرارا اللام موطئ لقسم محذوب وقد تفيد التحقيق قبل فعل المضارع صحيح لقد صدق إبليس ظنَّ أي حقق ظنَّه فيهم واستطاع أن يغويهم كان يظن بهم هذلك الأمر كان يظن قياسا على إغوائه لأبينا آدم عليه السلام هكذا قال أنا أغويت آدم وآدم تلقى حكما واحدا افعل ولا تفعل لا تأكل من هذه الشجرة وتلقى الحكم مباشرا ومع ذلك أوقعته وأغويته هل الظن هنا من باب اليقين ولا من باب الشك لا من باب الظن الشك يعني الظن لكن صدق ظنه فيهم أصل الكلام سيد محمد لما نقرأ القراءة الثانية صدق إبليس ظنَّه أي كأنها صدق الإبليس في ظنه فمنصوبة بنزع الخافظ منصوبة بنزع الخافظ فالقراءة الثانية المتواترة القراءة التي نقرأها نحن عن حفص عن عاصم صدق وحقق ظنه فيهم واستطاع أن يغويهم انظر فاتبعوا هلفاء يعني كثير منهم مجرد ما يغويهم إبليس يبادلون ويسالعون لاتباعه ولكن هنا أيضا استعمل الله جل جلاله رفض إبليس وإذا كنت تذكر لا أدري في أي سورة قلنا إبليس إلا إبليس كان من الجن جميل لا شرحنا كلمة إبليس من الإبلاس وهي اليأس من الخير سماه هنا إبليس لأنه يأس من كل خير فماذا فعل يريد أن ينتقم من بني آدم وأن يغويهم واضح حتى يجرهم معه إلى نفس المآل الذي آل إليه لأنه يأس من رحمة الله يأس من رحمة الله بارك الله فيه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين الغالبي يتبعوا إبليس الجميع اتبعه إلا هذا الفريق إلا فريق قليل وعندما تقيس الذين يطيعون الله بالنسبة للمشركين بالنسبة للكافرين لمن يتبعون الشهوات كثيرون جدا واضح طيب يقول وما كان له عليهم ما كان لإبليس عليهم صحيح وما كان له عليهم نعم ما كان لإبليس عليهم من سلطان وما كان له عليهم من سلطان نعم وهذه ترد كثيرا إبليس وسلطان أو الجن والسلطان السلطان هنا بمعنى التسلط بمعنى الحجة القوية ليس له عليهم تسلط قاهر السلطان كلمة السلطان لها معاني كثيرة يقول فلان الله آت داود السلطان أي الحكم أنا أقصد كثيرا ما نجد أنه حينما يذكر إبليس أو الجن يذكر السلطان جميل لأن كلمة السلطان تفيد التسلط القاهر علاقة هذه الآية بما قبلها العلماء قالوا فاتبعوه أنا أو أنت تقرأ جيد أخي لماذا اتبعوه هل كان لديه وسائل قاهرة لديه السلطان الله القرآن قال لا ما كان له عليهم يعني لا يستطع إبليس أن يرغمهم إنما هو يغويهم فيستمعون إليه الكفر موجود عندهم الاستعداد موجود عند ذلك الإنسان الله هو الذي يخلق الإيمان ويخلق الكفر وصلت إبليس بمعنى جعله يغوي حتى يوم القيامة الذين يدخلون جهنم والعياذ بالله ويلومون إبليس ماذا يقول لهم في سورة ذكرني سورة إبراهيم ولا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل أنا دعوتكم فقط هنا الله يبريد أن يبين عدم قدرة إبليس على التسلط الحقيقي إنما هو يدعو يوسوس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم بارك الله هذا هو الكلام الجميل نعم طيب يقول وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم نعم يعني الله سبحانه وتعالى هو لا يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك بارك الله يعني هل سلط عليهم إبليس بغية أن يعلم لا لا أبادروا فأقول لا هنا اللام ليست لام التعليم صلى الله عليه وسلم لو كانت لام التعليم لكان هذا الفهم سليما أنا أعرف بأنك تسأل فقط الله يعلم منذ الأزل لكن ليتحقق العلم من العلمه الأزلي إلى الواقع لأن الله يحاسبه على علمه أم على عمل ابن آدم على عمل ابن آدم هو الله يعلم وعلم الله لا يختلف عن عمل ابن آدم أبدا علمه الأزلي يتحقق فعندما إلا لنعلم إلا ليأول أمر هذه لام العاقبة ليأول أمر ذلك الإنسان لام المآل لام المآل لام الصيرورة نعم إلا لنعلم في الواقع عمل ذلك الإنسان واختياره وقد أعطاه النجدين ووهبه النجدين وعطاه قدرة الاختيار فمن استمع لإبليس وأصغى له واتبع هواه إلا لنعلم في الواقع أما العلم الأزلي فموجود الآن سبحان الله واضحة يقول وما كان له عليهم من سلطان إلا من أجل أن نعلم من يؤمن صحيح من يؤمن لكن علم الله موجود واقع في الواقع في الواقع ليتعلق علمنا الأزلي به في الواقع حتى يجزيه الله على عمله الحقيقي وعلى اختياره أما في الأزل نعم علم الله لا ينفك عنه جل جلاله يقول إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفي هنا أنظر إلى تقنية بلاغية رائعة أستاذ محمد إلا لنعلم ليأولى الأمر إلى العلم الواقعي بمن يؤمن بالآخرة يؤمن ومن يشك فيها ممتاز أولا من يشك فيها لا من يؤمن بالآخرة يقابلها من لا يؤمن بها أو من لا يؤمن بها من يكفر بها صح؟ أنا أتكلم المقتضى اللغوي إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها أو لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن يكفر بها لا قال ممن هو منها في شك علم ماذا قاله قال لا يكفي لو قال ممن يؤمن لنعلم من يؤمن ممن الذي لا يؤمن لا ممن له شك فيها مجرد الشك في الآخرة يحبط العمل واضح سيدنا مش الكفر بها نهائيا لو تسك في الآخرة يحبط العمل لكن سؤالي كان كذلك من ناحية أخرى هو العدول من الفعل المضارع إلى الإسمية ممتاز النكتتان واللمستان متصلتان أولا قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة أصلها ممن يكفر بها عدل عن الكفر إلى الشك ليدلنا على مجرد الشك مجرد الشك ليس الكفر مجرد الشك في وجود الآخرة يحبط العمل هذه واحد اثنين قال لنعلم من يؤمن بالصيغة الفعلية ممن هو منها في الشك بالصيغة الاسمية فمن دام شكه بالصيغة الاسمية هذا يعاقب والله إنسان شك بعدين عاد إلى رجده وثاب إلى تقوى الله لا يحاسبه الله هذا السيد الحمد هذه النكتة ما بين الفعلية والاسمية الله سبحانه وتعالى ذيّل هذه الآية وربك على كل شيء حفيد لا سلطان ولا قهر للشيطان فالله يحفظ القلوب فمن شاء الله منه الإيمان آمن ومن شاء منه الكفر نظرا لعلمه بقلبه كفر فالله على كل شيء حفيد حفيد للقلوب محافظ عليها لا يستطيع الشيطان أن يصل هو حتى الشيطان استثنى قال لأذكرني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين من استخلصتهم يا رب أنا لا أستطيع لهم وربك على كل شيء حفيد قال قل ادعوا الذين قل ادعوا الذين تقرأ أيضا قل ادعوا فقط لأننا ننبه للقراءات قل ادعوا موجودة صحيحة قل ادعوا صحيحة سبحان الله هي الهمزة هنا همزة وصل بس يجوز من الوجهات قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرا بعدما فند عمل إبليس وضحظه وقال ليس له سلطان بعد ذلك توجأ الآن جئنا إلى المقطع المواجه للمخاطبين من المشركين كل ما سوف يأتي إلى نهاية السورة أستاذ محمد والكلام موجه للمشاهدين الكرام هو تصحيح مفاهيم عقدية وبدأ الآن من أول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أين شركاؤكم أين أصنامكم هل يملكون شيئا من دون الله قل ادعوهم أي يعني إيتوا بهم يعني ادعوهم ممكن هذا المعنى ممكن لكن أيضا قل ادعوهم ليجلبوا لكم خيرا أو يدفعوا عنكم ضررا من باب الدعاء من باب الدعاء جميل جميل لأنهم بعد قليل سيقول أروني الذين ألحقتم أروني هذه الآلهة هل هناك إله يرى هو يستخف بعقولهم بعد قليل ستأتي إذن قل ادعو الذين زعمتم أقرأ لي من فضلك قل ادعو الذين زعمتم من دون الله زعمتم ماذا ممتاز على السؤال زعمتموهم آلهة المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني محذوف ما هذه البلاغة سبحان الله قل ادعو الذين زعمتموهم آلهة من دون الله هتقول لي كيف قدرت من دون الله زعمتموهم زعم يأخذ المفعولين مفعولين واتخذتموهم آلهة من دون الله لا يستقيموا الكلام إلا بهذا جيد لماذا حدف المفعولين لماذا استشناعا تحقيرا لذكر حتى لا يذكروا في القرآن في مثل هذا الأسلوب زعمتموهم آلهة وشركة حدفهم حدفهم تنقيصا من قيمتهم ولكي يطخر القرآن عنهم كثيرا ما يحذف الله هذه الأسنام يعني حتى لا يرسخها في أذهان القارئين ثم يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذه الأسنام لو دعوتموها فإنها هو سأله وأمره أن يقول لهم وأجاب لأنهم لا يستطيعون سبحان الله أجاب لا يملكون مثقال جيد يدعوهم لا يوجد جواب إلا أنهم سيخرصون وسيسكتون في وجوم عميق أن تقول لهم يا محمد مبادرا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض بالله عليك أسنام لا تملك مثقال ذرة أتستحق أن تعبد الذي يستحق أن يعبد قرأ بداية الصورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة المالك هو الذي يعبد هذه الأصنام لا تملك مثقال ذرة بالله يعني هذا الأسلوب الجميل لا يعرف عظمة بلغة القرآن إلا من عاش في الجاهلية أو من مسك جميع عبارات القرآن وقاسها على الشعر الجاهلي أفصح العرب الجاهليون لا يعرفون مثقال ذرة لا يعرفون هذا النوع لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الله كل عبارة في القرآن يعني أدهشة العرب بلغة هذا ما كان مستعمل عندهم مثقال ذرة أبدا يعني قد يعرفون الذرة يعرفون المثقال لكن هذا التعبير هذا التعبير ما ورد في أشعارهم لا ندري بدها بحث تحتاج إلى بحث لذلك عندما نجمع خمسمائة ديوان من الشعراء الجاهليين ونأتي بتعبير القرآن ونقول جعلناهم أحاديث من نطق بها والله قفى نبكي ذكرها واحد قفى خاليلي ذكرها اثنان أما مزقناهم كل ممزقتين بها أن يعمل سابغات قدر بالسرب والله كل عبارة جديدة هنا وجم العرب وقالوا هذا كلام إذا الفصحاء لكن نحن لا نستطيع لماذا لخلو أذهاننا مما قال العرب مما لم يقودوا أبو العلاء المعري يقال قالوا له كتب معجز أحمد عن المتنبي فقالوا له وين شعرك من القرآن قال كيف وقد صقرته المحارب القرآن يقرأ في المحراب الصلاة نحن الآن تعودنا تعودنا إلى درجة أصبحنا نذهل عن لغة القرآن واذا حسن الحمد الله يحب طيب يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض جيد هل يملكون في غير السماوات والأرض خلاص مدام قال السماوات والأرض خلاص ممتاز هذا يسميه البلغاء والمفسرون عموم عرفي واحد يأتي واحد مستشرق ولا يقول جيد لا يملكون في السماوات ممكن يملكون في جهات نخرى نقول له السماوات والأرض هو كل الخلق هم لا يملكون في الخلق في المجرات ولا شيء وين يملكون اتيني بهذا الخلق الآخر فهنا أسلوب تعميم عرفي طيب قال وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ جاية يهونة هو يجاريهم يا أخي العزيز قلنا لا يملكون هل لهم شرك شراكة مع الله لا يملكون منفردين آمنا بهذا حتى شرك ما لهم هل لهم شراكة وشركة مع الله أبدا ما لهم فيهما من شرك واضح لا يستحقون فيهما في السماوات والأرض هل لهم شراكة مع الله أبدا ممتاز أعطيني الثالثة وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير هل ساعدوا الله وظاهروه في خلقهما سبحان الله أصنام لا تملك لا علي خلينا المنطق لا تملك ليست لها شراكة لم تساعد على الخلق كيف تعبد واضح المنطق العقل للقرآن يجاريهم ويحاججهم أصنامكم لا تملك ذرة أصنامكم ليس لها شرك في الخلق أصنامكم لم تكن ظهيرا لله رب العالمين أعطيني الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا ولا ظهيرا واضح إذن كيف تدعون لها الزعامة والألوهية وهي لا تملك ولا تشارك ولا تساعد لكن هنا كرر استعمال من من شرك ومن ظهير أبدا هذه من لتأكيد النف بارك الله فيك لاستغراق ليس لهم من ضهير ليس لهم من نوع من أنواع الضهير أي جزء بسيط ولو جزء بسيط نعم لما تقول أنت ما جاء أحد نفيت ما جاء من أحد من أحد يعني أبدا فاستغراق جميع أنواع الجنس الذي ينفع يواصل الحديث بعد ذلك قول الله سبحانه وَلَا تَنْفَعُ الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نعم قد يقول قائل يا أخي نحن نعبدهم نعرف أنهم لا يملكون نعرف أنهم ليس لهم شرك ولا يشاركون في الخلق نعرف أنهم لم يظاهروا الله لكن نعبدهم نرغب في شفاعتهم يوم القيامة تقربنا إلى الله زلفة هكذا قالوا فجاءت الآية الموالقة وَلَا تَنْفَعُ لو شفعوا لا تنفعوا الشفاعة لم يقل لا يشفعون قال لا تنفعوا الشفاعة لو وقعت على افتراضهم القرآن مجادئ لهم يعطينا طرق للحجاج ولو سمعوا لما استجابوا لو سمعوا لكم ما استجابوا لهم ما رأي الله طرق حجاجية عجيبة لو ناظرنا يقول يا أخي لو شفعوا لا تنفع الشفاعة تملكت ماذا تريد صباح جميل وَلَا تَنْفَعُ الشفاعةُ عندهم إلا لمن أذنه تقتضي الوجهين إلا لمن أذنه من الشفاعاء من الملائكة ومن الرسل والأنبياء إلا لمن أذن له ليشفع له من المشفوع لهم إلا لمن أذنه تحتمل ويجب أن تحتمل الوجهين إلا لمن أذن له من الشفاعاء من الأنبياء من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم نحن ندعو اللهم آته الشفاعة والوسيلة ممتاز أو من ملائكة المقال لمن أذن له ممن يشفع ممتاز حتى إن الرسل كذلهم يتبرؤون ويقولون اذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو لها هو لها إلا لمن أذن أن تكون الشفاعة لمصلحته فيه فيه له لأجله من المشفوعين وهذه يناسبها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى أن تكون لهم الشفاعة طبعا من ارتضى الله أن تكون لهم الشفاعة المؤمنون المذنبون يعني نحن مؤمنون لكن قد نذنب وتكون موحدا هنا تدركك شفاعة الشافعين الشفاعة الشفاعة لكن متى تدركك شفاعة الشفاعة عندما يأذن الله عندما يأذن الله تخيل السيد والله يقرأ سورة النبأ هذه صورة عظيمة فيها آية عجيبة عما يتساءلون نعم نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم في أواخرها يوم يقوم الروح والملائكة والملائكة صفا لا يتكلمون الروح من هو الروح يا أستاذي جبريل جبريل أقرب ملك ملك الأنبياء ملك الرسالات يقوم ساكتا صامتا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه فالكل يستمع وقال قولا صوابه وقال قولا صوابه فإلا عندما يأذن كم تدوم المدة والله يتدوم المدة طويلا حتى يكون درس للشافعين وللمشفوع لهم ولو كنت موحدا لا أحد يتكلم مع العلي الكبير لذلك هنا قال هذا يوم الحساب يوم الحساب لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا لمن أذن تحتمل الوجهين واضح؟ أقرأ لي بعدها يقول ولا تنفع الشفاعة عنده عنده هنا ضرفية بارك الله عند الله سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم وفزع في قراءة عاصم هنا في قراءة نعم وثمت قراءة بالتخفي فزع نعم حتى إذا فزع أو فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليو الكبير حتى دائما أستاذ محمد وأنت سيد العارفين تحتاج إلى كلام قبلها قل قرأت ودرست كذا حتى كذا حتى للغاية لانتهاء الغاية لانتهاء الغاية إذن في كلام قبلها هنا كل المفسرين دون استثناء قالوا يتوقفوا الخلائق ويصمتون ونقررت لك قبل قليل الآية ويسكت جبريل وتسكت الملائكة ويسكت الأنبياء ويطول الصمت حتى إذا فزع عن قلوبهم الكل في فزع لكن الذي أعلمه من حتى بأن لها معاني كثيرة لها معاني كثيرة فمن بينها من بينها عفوا ربما الاجتمال أو يعني أو العطف عفوا العطف نعم جاء الناس حتى أميرهم حتى أميرهم ممتاز بس أنا أقول لك لا تتبع هذا المعنى هنا هنا بمعنى الغاية وقف الجميع وسكت الجميع وطال السكوت في المحشر إلى أن فزع حتى فزع عن قلوبهم ما معنى فزع أزيل الفزع هذا تضعيف يفيد السلب سبحان الله وليس الإجاب لا هذا يسمى تضعيف للسلب حتى إذا فزع عن قلوب أزيل الفزع عن قلوبهم يومها يسمعون سمعوا كلاما ولم يفهموه المشرفوع لهم قالوا ماذا قال ربكم والذي يدل السلب عن صحيح نعم فزي أزيل عن قلوبهم الفزع اللغة العربية أستاذ محمد الهمزة أحيانا نقول أعجمت الكتابة أي أزلت عجمته نعم قذيت العين أزلت القذى منها مرضت الممرضة ذلك الرجل مرضت أي أزالت المرض ليس أضافت له المرض صحيح التمرين هو إزالة المرض صحيح وهذه اللغة العربية وهذه من فصاحة اللغة العربية نعم إذا فزع هنا بمعنى أزال الفزع أستاذ محمد طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم عن قلوب من من المؤمنين عن المؤمنين عن الشافعين والمشفوع لهم كلهم الكل طيب وليس على الكافرين قالوا من قال هنا قالوا المشفوع لهم كانوا في ورطط وفي فزع والملائكة تسمع قالوا ماذا قال ربكم يسألون من الشفعاء يسألون الملائكة ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا القول الحق أي أذن لنا في الشفاعة طيب حتى أوضحها أكثر كما فهمتها منك فضية الشيخ نعم حتى إذا فزع عن قلوب المشفعين نعم نزيل قالوا يسألون الشافعين نعم ماذا قال ربكم في حقنا نعم في حق شفاعتكم لنا ما الذي يجعلنا نفهم هذا يوم لا تنفع الشفاعة من البداية الجملة بدت يوم لا تنفع الشفاعة وكانوا في فزع ورهبة شديدة لما انجلت انجل الفزع قالوا ماذا قال ربكم لم يحسن الجواب أجاب الشفع قالوا الحق أذن لكم واضح وهو طيب طيب ما الذي يجعلنا نفهم قالوا الحق بأنه أذن لهم بالشفاعة لأن السياق بالشفاعة يوم لا تنفع الشفاعة إلا عندما يأذن الله تعالى نذهب إلى آية العم يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه صوابه هو الحق وقال صوابه قال الحق الذي ينفع أولئك والصواب هو الحق جميل جدا أنا أجبني أبو السعود هذا الله مغفر له ورحمة صاحب إرشاد العقل السليم هذا الرجل التركي العملاق في تفسير بلاغة القرآن قال من هم الذين فز عن قلوبهم هو يجيب يقول المؤمنون مؤمن عاصي يا أخي نحن مؤمنون ولكن قد تقع فيهم العاصية يشفع الله فيك رسول صلى الله عليه وسلم ويشفق فيك الشافعين جميل جيد والكفرة هل يشفع في الكفرة الذي لا يقول لا إله إلا لا أبدا يقول جملة جميلة يقول الكفرة عن موقف لاستشفاع بمعزل هو يقول جملة معزلون معزلون يقول الكفرة عن موقف لاستشفاع بمعزل وعن تفزيع عن التفزيع عن قلوبهم بألف منزلي أنا جبتك هذه عبارة جميلة سبحان الله يعني عن تفزيع الكفرة يفزعون ولماذا يسمى يوم الفزع الأكبر الأكبر وأحيطك علما والمشاهدين كالفزع قد تقول الإمام عن الفزع الفزع هو خوف مع انقباض لا تقول فزع حالة نفسية عجيبة بس فيها خوف شديد يعني خوف معا معا انقباض ونفار وفرار لا نقول فزعت من الله أبدا نقول خفت من الله خشيت من الله الفزع فيه انقباض لذلك يوم القيامة كل الخلائق تفزع بما فيهم الأنبياء يوم الفزع الأكبر حتى إذا فزع عن قلوب وأزيل الفزع ليس الخوف الفزع وأحيطك علما أن الفزع استعملت في كل القرآن في يوم القيامة إلا مرة واحدة في الدنيا يوم ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم القيامة حتى إذا فزع عن قلوبه فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان القيامة كلها لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة مرة قال عن داود عليه السلام التصور المحراب ففزع منهم عندما دخل الرجل السائلان دخلوا بطريقة عجيبة على سيدنا داود وهو يتبدل ففزع أصابه انقباضا شديد فقط مرة واحدة في الدنيا البقية كلها يوم القيامة نعم سبحان الله مع أنه ذكر الخوف الخوف موجود الخشية موجودة الرهبة موجودة نحتاج إلى يوم نفرق بين كل هذه المتراتفات بارك الله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام القوم مكرون فراغ إلى أهلي فجاء بعج سمين قال إن منكم وجلون الوجل هو استشعار الخوف الوجل هو استشعار الخوف واضح؟ الفزع هو انقباض الخصية تكون مع التعظيم في كلام طويل لا أريد أن نطول للمشاهدين الكرام هذه دكتور حريبي بالأخوة الباحثين المشتهدين الدارسين أن ينظرون إلى هذه المعاني الدقيقة الدقيقة التي أوردها القرآن في أماكن معينة ولماذا لم ترد إلا في هذه الأماكن ولماذا خصصت لهذه الأماكن نعم هذا بحث هذا بحوث كثيرة في الحقيقة كتبها كتب في ذلك الكثير فقط نحن نتنمت بعض الفرص لنتحدث طيب نعود إلى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم في حقنا أو في حق شفاعتكم لنا قالوا الحق وهو العلي الكبير أي قال الحق نعم وهو العلي الكبير هذا من تمام كلامهم من تمام كلام الشفعاء وهو العلي الكبير الذي لا نحسن ولا نستطيع أن نرفض أو أن ننبس بكلمة في حضرته جل جلاله فأعطانا الإن الآن يشفعون لمن طيب أدمنا هنا هل في فعل محذوف لما قال ربكم لأن هذه الآية فيها كثيرا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا القول الحق قالوا هم هم الذين قالوا الحق نعم أم قالوا قال الحق لأنهم يسألون ماذا قال ربكم قالوا الحق نعم قال الله القول الحق ممتعز إذن الحق يعود لله نعم الله قال القول الحق فحذف المفعول به وحذف الفعل وآتى به خلاص مفهومة اللغة الإجهاز ولكن وهو العلي الكبير من قولهم هم من قولهم هم الشفعاء وهو العلي العظيم الكبير الأعظم الأكبر لا نتكلم في حضرته حتى يأذن لنا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلار مبين محاججة جديدة بعدما حاجهم قالوا قل أدعوا الذين زعمتموهم أولياء الذين زعمتهم آلهة لا يملكون مثقال ذلك بعدما فندوا أن آلهتهم المزعومة وأصنامهم التي تعبد لا تملك ولم تشارك في الخلق ولم تظاهر هنا قد جيد هل تلزقكم هم يترقون معهم في الحجاج يا سيدي لم تخلق ولم تشارك هل تلزقكم من السماوات والأرض أبدا لن يستطيع الجواب الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل وقال له أجيبهم قل من يلزقكم من السماوات والأرض قل الله هذا الأسلوب هذا الأسلوب ورد كثيرا في القرآن كثير كثير حتى مرنا على أجزاء كثيرة وآيات كثيرة قل من رب السماوات والأرض في سورة المؤمنون وحتى في غيرها في سورة مثلا في سورة السجدة حينما يقول الله سبحانه وتعالى قل وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لا في خلق جديد أنا أنصح أن تذهب إلى سورة المؤمنون ستجد بقطعا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخطموه من دون أهالي في سورة الرعب لكن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولون لله صحيح ومرر على سورة المؤمنون نعم وشلحنا ذلك هذا هنا كثير يقول الله سبحانه وتعالى يحاججهم نعم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله يجيب يعطيه الجواب قل الله لأنهم سيسكتون نعم وهنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله نعم صحيح كله تلقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواجه المشركين ولكي يفند أفكارهم ويبطل المفاهيم المغلوطة قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلها كلها سيد محمد سبحانه تذاكر في البداية لما قل 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 ذهبت كلها تلقين في تسحيح المفاهيم العقائدية واضح؟ فهنا قال لهم جيد لم تخلق ولا تملك ولم تساعد جيد هل ترزق؟ أسنامكم ترزق؟ سيسكتون هو أخبره بالجواب لماذا؟ لأنهم لو نطقوا وقالوا يرزقون الله كما ورد في آيات أخرى ولا إن سألتهم من خلق السماء ولا يقولون الله جيد لما هو يرزقكم لماذا؟ هذه في المؤمنون والله لا نسأ في الروم على ما أذكره في الروم في المؤمنون ورد كثيراً ولا إن سألتهم أيضاً إذن هنا قال لقنه الجواب قل الله سبحانه هو الذي يرزق بعدين قال وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ انظر معي إلى المحاججة العزية إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في ضلال أنت تسألني تقول هل محمد صلى الله عليه وسلم كان يشك أنه على هدى؟ هل كان يشك؟ أبداً الله علمه أن يقول بطريقة المحاججة إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى لَعَلَى أَحَدِ الْأَمْرِينَ إِمَّا عَلَى هُدَى وَإِمَّا عَلَى ضَلَالِ هذا كلام مناظرة عجيبة أنت لو تبدأ تناظر إنسان تقول مباشرة أنت على خطأ يسمع منه؟ أنت الآن تناظر إنسان تأخذه العزة بالإسم ممتاز وتأخذه العصبية والحمية تقول وأنت خطأ من البداية سوف يواجهك بأبشع كلام لكن تقول يا أخي أنا أذهب معك أنا إما أنا إما أنت مخطئ واحد منه يسمع أو لا يسمع أنت تسحب به البساط فالله علم محمد صلى الله عليه وسلم قال إنا أو إياكم إما على الهدى أو على الضلال البلغيون يسمون هذا الكلام المنصف 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 أنصفهم لم يدعي أنه على الهدى ولم يسمهم ويصفهم بالضلال إلا ما جعل القضية كأنها مشكوك فيها الكلام المنصف أن توري زميلك وأن تلمح له بأنني سأنصفك يا أخي واحد مننا على خطأ واحد على صواب ما رأيك؟ واضح؟ هذا كلام المنصف هذا على طريقة حسان بن ثابت حسان بن ثابت الشعر اللغة العربية مليئة طبعا بعد النبوة عندما أبو سفيان لما كان مشركا هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح بعد ذلك آمن وحسن إسلامه لكن لما هجى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حسان تعرف القصيدة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء قل أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء هذا أسلوب الإنصاف الكلام المنصف لم يقل له أنت شر وفداء لرسل قل الله شركم لخيركم الفداء الكلام المنصف والله أبو سفيان فكر فكر ودخل في الإسلام وهداه الله سبحانه وتعالى هنا نفس الشيء إنا أو إياكم أو طبعا تفيدوا التشكيك أو الاختيار واحد منهم التخيير هذا أو ذاك لا على هدى أو في ضلال ماذا لا حتى في الجمجتين على هدى ماذا رأيك في حروف الجر على على والثانية على منتاز والثانية جميل في الاستغراق والظرفية والظرفية مع الهدى استعمل على لأن المهتدي يكون على بينا يمشي على بينا كأنه مستعل على منارة يرى الحق أمامه الضال يكون منغمسا في الضلال في ضلال فلا في الظلمة الشديدة المحيطة به مع الهدى استعمل على ومع الضلال استعمل فيه سبحان الله ما هذه البلاغة لا على هدى أو في ضلال مبين تقنيات حروف الجر في القرآن عجيبة جدا ما وصف الهدى لكن وصف الضلال بمبين ما شاء الله عليك انتبهت لهذه الهدى هنا أقل الهدى يتكلم عنه أما أنت في أشد الضلال يا سبحان الله لأنه لو قال أو تفيدوا التشكيك على هدى أو على ضلال صح صحيح الفريق الثاني لم يكن فقط على ضلال كان في أشد أنواعي وهو الكفر أما المؤمنون والله على هدى سواء طائعهم أو عاصيهم كلهم على هدى حتى واحد مؤمن يقول لا إلهي الله محمد رسول أليس على الهدى قد يخطئ يا أخي قد يؤخر صلاة لكنه على هدى كلمة هدى لم توصف بالهدى البيّن حتى تحتوي جميع المسلمين أما الضلال البيّن فهم الذي فيه الكافرون والكفر أشد الضلال طيب أعود قليلا يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض نعم إذن الرزق من السماوات والأرض نعم يعني هذا هنا للتعميم قل من يرزقكم من السماوات ومن يرزقكم أيضا في الأرض فسيقولون الله الله أجاب قل الله كلام تلقيني لأنهم عاجزون ولو قالوا الله يرزقنا يترتب عليه الله نعبده فهم لا يعبدون الله سبحانه طيب قال وإنا أو إياكم نعم ما قال وإنا أو أنتم هذه نصد إنا لأن إنا أو إياكم لغويا تأتي منصوبة سيد الحمد إنا إنا هنا في محلي نصب اسم إنا وإنا إياكم إياكم ضمير النصب منفصل لا تأتي نحن لأن نحن ضمير رفع كما تعرف لما تقول إياك نعبد نعبد إياك صح فضمير النصب المنفصل شكرا على الانتباه لهذه السؤال لأن إنا هي معطوفة على المنصوب معطوفة على اسم إنا على اسم إنا واسم إنا موجود في إننا وإياك بارك الله فيك طيب قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ماذا تلاحظوا؟ قل لا تسألون عما أجرمنا نحن عن في أنصاف كذلك؟ لا 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 في أنصاف في أكثر من الإنصاف ألحق بالمسلمين الإجرام وألحق بالمشركين العمل العمل سبحان الله أنظر لي هذا الترقي في أسلوب القرآن في البداية قال إنا أو إياكم أعطى اختيار يعني نحن وأنتم على نفس المرتبة ممتاز هنا قال يا أخي قل لو افترضنا كما نقول افترضنا جداً بأننا المذربون وأنتم العاملون أنتم العاملون يا أخي لا تسألون عن إجرامنا ولا نسألوا عن عملكم ممتاز بس هذا أسلوب تلقي عجيب قل لا تسألون عما أجرمنا وأتوا بفعل أجرمنا بماذا في صغة الماضي على التحق حتى ولو أجرمنا أنتم لا تسألون عن إجرامنا نحن لا نسأل عن أعمالكم الآن وفي المستقبل يا أخي هم يقولون يا أخي ابتعدوا عننا بس فكروا تفكيراً جاداً منطقياً تجدون أن نريد لكم الخير والمحصلة هناك قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا نعم ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يعني العاقل مجرد الخطأ كان يزعه يزعه وينهه أن يستمر ما بلك إذا كان الله سيجمعنا وسيحيطنا علماً وسيحكم بيننا الآية الشديدة قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح ما معنى يفتح؟ يحكم الفتح هنا بمعنى الحكم وهو الفتاح العليم يفتح بين عباده قال العلماء ما الذي يفتح؟ شيء منغلق القضايا المنغلقة الشديدة يفتحها فما بالك بالخطأ القضايا الواضحة البينة مثل إشراك مثل عدم التوحيد يفتح بيننا الفتاح العليم أي الحاكم العدل الذي يحكم بما يعلم جل جلاله يفتح بيننا يحكم بيننا واضحاب نعم لكن يجمع بيننا يوم القيامة في صعيد واحد يعني نحن نقول في غير القرآن يجمعنا يجمعنا ربنا يجمعنا بكم بارك الله لكن يجمع بيننا لأننا فريقان مختلفة نحن ندعو إلى الإيمان وأنتم تدعونا إلى الكفر نحن نوحد الله وأنتم تعبدون الأصناف يجمع بيننا يوم القيامة ثم يفصل بيننا موجود مرات يفصل مرات يحكم مرات يقضي مرات يفتح وكلها تفيد لكن هنا لماذا استعمل الفتاح لأن الفتح يكون في القضايا الشائكة أنت قضية مبهمة منغلقة الله يفتحها القاضي هو الفتاح كأنها مغلقة مغلقة نعم جدا بما يقضي وهو العليم يقضي بالحق بما يعلم جل جلاله وهو الفتاح العليم نعم صيغة مبالغة في الفتح وفي العلم والله جل جلاله الفتاح العليم قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم بعدما أنصفهم هنا تهكم بهم خلص يعني هم الآن اتضح فريقهم بأنهم متعمدون للشرك يعبدون الأصنام فقل أروني الذين ألحقتم يعني أعجبني أحد المفسرين الله جل جلاله يرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أصنامهم ترى بالعين هل تمت إله يرى بالعين يعني مداركك العقلية فوق ذلك الصلم الذي يرى ويلمس ويحس ويشم فقال لهم محمد الصلاة أروني الذين ألحقتم أروني وأنت هذا أسلوب تهكمي جدا أروني الذين ألحقتموهم شركاء بالله أيضا مفعول به محذوب ألحقتم به شركاء ألحقتم شركاء شركاء ممتاز أو شركاء بالله ممتاز وألحقتم علو يعني ألحقتموهم بالله جعلتوا لا لا جعلتهم ألحقتموهم أروني الذين تريدون إلحاقهم بالله هل فيهم هذه الصفات قال ودائما يلحق الشيء بالأصل بالأصل ممتاز ويلحق به لأنه سابق أروني الذين ألحقتم شركاء به شركاء كلا كلا أداة ردع وزجر بل هو الله العزيز الحكيم كلا ماذا كلا ماذا كلا كلامكم خطأ والمقايسة لا تكون والمقارنة لا تكون أبدا ألوني آلهة في هذه الصفات بل هو الله العزيز الحكيم فيها عزة فيها حكمة فيها القدرة الكاملة واضح فأسنانكم لا تستحقوا من هذه الصفات شيئا والله هو العزيز الحكيم يقول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما علاقة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كافة للناس وهذه من الآيات التي انتقلت فيها مراحل الدعوة إلى عموم الناس بارك الله فيك أول ما بدأت الدعوة بدأت سرا ثم أنذر عشرتك الأقربين ثم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا جميل فما علاقة هذه الآية هنا في هذا الحديث جميل أولا الاعتقاد بلسالة رسول الله رقم من أركان الإيمان صحيح كل أركان الإيمان تحدثت عنها سورة سبا من البداية قالوا لا تأتين الساعة القيامة تأتيكم الساعة قالوا بالا وربي لا تأتي النقم توحيد الإلهية قل دعوا الذين زعمتم بندون الله لا يملكون مثقال توحيد الإلهية هم يعبدون الأصنام هذا ورد كثيرا نعم أنا أتكلمك بسورة سبا بعد ذلك أنكاروا الساعة فأثبتها الله أن آلهتهم يعبدونها فاندها ولا بد من توحيد الله صح تكلم أيضا عن الرسالة عن الرسالة وهي الآن وما أرسلناك إلا رحمة العالمين سيأتي بعد قليل وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بالكتب جيد أنا أسألك ما هو الإيمان تؤمن بالله وملائكته بس ما ذكر القدر موجود قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين واعتذروا يعني تحججوا أن الله يحبهم وأن الله أعطاهم كثير من الأموال والأولاد وما هم بمعذبين قضاء والقدر لا يقول قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وبدأ يشرح لهم القضاء والقدر كل شيء بيدي له كل أركان الإيمان ورد السيد الحمد هو الملائكة أيضا سيأتي إلى الملائكة يوم نحشرهم ونقول للملائكة أهؤلاء إياكم كان يعبدون قالوا سبحانك ما كان ينبغي موجودة بعد قليل سبحان الله صحت كل المفاهيم وهنا ثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن طبعا القرآن موجه للمسلمين للعرب للأمم جميعا فهنا أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول العالمين وما أرسلناك إلا إرسالة كافة للعالمين هذا التقدير التقدير الثاني وما أرسلناك إلا إرسالا للناس كافة علماء هنا يقفون وقف يقولون الحال لا يسبقوا الجار والمجرور فبعضهم يقدر يقول إلا إرسالا للناس كافة المهم في كل الحالات كافة حال تفيد أن الله جل ثناؤه بعث محمدا للناس أجمعين بشيرا ونذيرا ما موقعها هنا حال 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 كونك للناس كافة حال كونك بشيرا ونذيرا تبشر المؤمنين وتنذر الكافرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقيقة العظيمة لا يعلمون أن الله أرسلك ويتجاهلون كل الأدلة القاطعة على رسالتك ونبوتك يا محمد وهذا الأمر ينطبق على تلك الفترة حتى يومنا هذا حتى هذه الفترة لكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون حقيقة الألوهية إلى الآن يا أستاذ الكريم ناس يعبدون البقار ناس يعظمون الحجر لا 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 الحديث في شأن الرسالة في شأن الرسالة لا يعلمون حقيقة هذا الرسول من يعلم الحقيقة يؤمن ويعود ويثوب إلى رشده ولكن كثير من الناس ما زالوا عفوا يتهمون بالتعصب بالإرهابية أو 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 يعني ممكن أقرأ كذلك أمر آخر وما أرسلناك يا محمد إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي أن الدين الإسلامي هو الدين الخاتمة الذي يجب على كل البشرية أن تتبعه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنك رسولا لهم فيتبعون سواك جميل من الشرائع أو من الأديان المحرفة ولا يعملون جمال السريع التي تدعو إليها لا يعملون البشارة التي أتيت بها كثير يتجاهلون سيد محمد وللك دائما القرآن يقول الذين كفروا ما معنى كفروا ستروا الحقيقة غطوا عنها غطوا عنها وغطوا عنها جميل لكنهم بالذات قال الذين كفروا كفروا بمعنى ستروا حقائق الإيمان حقائق التوحيد بكفرهم الداخلي هذا ينسجم مع أكثر الناس لا يعلمون نعم يجهلون نعم طيب ويقولون نعم هم هؤلاء نعم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين حديث عن ماذا عن يوم القيامة ومن ينكر يوم القيامة أنكر العقيدة فهنا كله محاججة لهم وبيان لأخطائهم ويقولون كلمة يقولون فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار الاستمرارية نعم هو يريد أن يثبت أنهم دائما يستهزئون ويقول هذا السؤال سؤالهم إنكاري كيف نقول استهزائي يقولون متى هذا الوعد وأي وعد عن يوم القيامة لكن أين هنا ورد خلص أين هذا اليوم الذي تعيدون أننا نلقى الله أين هذا اليوم الذي تعيدون بأن الله سيحسب يعني السياق العام أين اليوم الذي تحدثت عنه لا تأتين الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم أو أين أين الوعد الذي قلت قل يجمع بيننا وبينكم نعم فهنا أسلوبهم أسلوب استهزائي فيه سخرية فيه تهكم يقولون متى هذا الوعد لكن القرآن ما أجابهم عن سؤالهم عطيني الجواب من فضلك حتى تتضع الصورة قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون هذا أسلوب الحكيم في البلاغة هم سألوا عن الوعد هو أجاب عن أحوالهم في ذلك اليوم هم سألوا عن اليوم أجاب كيف يكونون في ذلك اليوم وهذه مرت علينا كثيرا سبحانه أسلوب الحكيم لم يقل يوم والقيام سيأتيكم وتكونون في أسوأ حال لا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون وقل لكم ميعاد الميعاد على وزن بفعال مصدر ميمي يفيد الزمن والمكان وهنا ينطبق على يوم القيام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم نعم لا تستأخرون نعم تستأخرون أي إذا طلبتم التأخر صحيح نعم فلا تؤخرون فلا تؤخرون لكن لم يقل قل لكم ميعاد يوم لا يؤخر عنكم لا أنتم لا تستأخرون ويتهكموا بهم وقل لا تستطيعوا أن تتأخروا قيدة يعني ثانية أو لحظة أو أقل ولا تستقدمون أبدا لا تستطيعون أن تتقدم ولا أن تتأخر هذا اليوم يأتي في محله وفي وقته وأنتم يومها تكون حالكم سيئة للغاية قد يكون يعني من المفهوم أن يقال طبعا لا شك في غير القرآن لا تستأخرون عنه لأن الإنسان دائما يريد التأخر عن يوم عن يوم كهذا اليوم لكن لماذا يقول ولا تستقدمون كذلك هذا لاستنفاذ جميع الجهات لا تستطيع أن تتقدم ولا تأخر جيد الآلهة ونعطيك سأجيبك بكلام لما يقول لهم هذه الآلهة لا تملكوا لكم نفعا ولا ضر جيد الذي يعبدوا إلها يطلبوا نفعه أو يطلبوا ذره لا شك نفعه هو قال لا يستطيعوا نفعك ولو أنك تركت العبادة لا يضرك يا أخي أيضا هو غلق جميع الإحتمالات فهنا لا تستطيعون التقدم ولا التأخر سيأتي اليوم في موعده البناس يعني هل يفهم كذلك من هذا الأمر لأنه دائما كانت كان الكفار يقولون اتينا بيوم القيامة يستعجلون هذا اليوم يعني فهل من هذا الباب قال لا تستأخرون عنه خشية منه ولا تستقدمونه حتى من باب التهكم نعم حتى من باب التهكم إن أردتم أن تستقدموه فهو لن يتقدم ضرب الله له أجلا وهو آتيكم لا محال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الكتاب الآن الإيمان بالكتاب شوف استعرض جميع كفرهم أنا هالي عجبتني في الصورة الصورة استعرضت أنواع كفرهم جميع أركان الإيمان الستة كلها كلها دون استثناء استعرضت كفرهم بالله كفرهم بالملائكة كفرهم بالقرآن الآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وهذا إشارة يفيد الانتقاص والتقليل يعني يعني ينتقسون من شأنه وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ زيد أحد المفسر قال جيد يا أخي لا يؤمنون بالقرآن لماذا لا يؤمنون بالكتب السابقة بالتوراة والإنجيل وكانوا يؤمنون بها ولكن لما سألوا اليهود قال أتجدون نعته في كتبكم قالوا لا قال كثير من اليهود قالوا نعم نجد نعته وقال لا نريد هذه الكتب حتى الكتب السابقة قال لا نؤمن بها إذن هنا أعرضوا وغضبوا وهذه رواية موجودة في التشسير لن نؤمن بهذا القرآن إلقاصا لشأنه ولا بالذي بين يديه ولا بالكتب التي سبقته بين يديه لماذا لأن فيها إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن مصطلح بين يديه أي أمامه القرآن ما هو أمامه أي ما كان يسبقه من الكتب التي أنزلها الله هذا قول واحد تعبير مجازي هنا تعبير مجازي جميل جدا نعم أي ما قبله في الزمان من الكتب نعم يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم نعم يرجع بعضهم إلى بعض القولة يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين هذه من ضائم الآيات في هذه الصورة العجيبة هنا بعدما فند جميع أخطائهم وبعدما عدد أنواع كفرهم هنا ضرموا أنفسهم ظلما فضيعا واضح؟ بعدما عدد وسجل عليهم جميع أنواع الكفر التي قلنا كفر بالله كفر بالملائكة كفر بالله بالكتب بيوم القيامة قل ولو تراهم يا محمد لو ليتك تراهم هنا لو إذا كانت شرطية جوابها محدوف أو تفيد التمن ليتك تراهم يوم القيامة يا محمد ولم يقل ولو ترى إذ الكافرون لا إذ الظالمون ظلموا أنفسهم قبل قليل سمهم الكافرين وهنا سجل عليهم صفة الظلم له وقال قبل قليل نعم ماذا قال قال ظلموا أنفسهم جميل وظلموا أنفسهم هذه كانت في قصة السبع لكن أيضا هنا قبل قبل قليل ماذا قال وقال الذين كفروا نعم صحيح لنؤمن بهذا القرآن صحيح هنا لو شاء لقال ولو ترى إذ الكافرون لا إذ الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والجحود سجل عليهم صفة جديدة طيب ولو ترى إذ الظالمون موقوفون موقوفون محبوسون يوم المحشر في مقام واحد عند ربهم لكن هذه عندية ليست تشريفا ليست تشريف نعم إنما هي عندية قبضة وسلطان من الله سبحانه لو ترىهم في تلك الساحة في ذلك الصعيد موقوفون وهم داخلون صاغرون أذي الله لا رأيت من أمرهم عجبان سبحانه الجواب محذوب عجبني المفزر لا رأيت أمرا فضيعا وجيعا مفزعا من منظرهم لماذا لأسباب كفرهم التي سبقت دكتور لا نريد أن نغادر هذه الآية لا زال فيها الكثير يرجع بعضهم إلى بعض القول يتحاورون فيما بينهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين كلام طويل يراد أن يتوقف عنده لكن وقت البرنامج احتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأن يمد في أعمالنا نلقاك في الحلقة القادمة ونشكرك جزيلا شكر فضيلة الشيخ الدكتور على ما تفضلت وما قدمت وكذلك نشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم لنا هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب صورة ملتقانا يتجدد بحول الله الأسبوع المقبل أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة